تحت شعار الإمارات سند سقطرة نظمت في محافظة سقطرة مسيرة جماهرية حاشدة تقديراً للدور الإماراتي في الأرخبيل وتقديم دولة الإمارات للعديد من الخدمات الإنسانية وإقامة مشاريع للبنية التحتية في سقطرة هكذا رد أبناء جزيرة سقطرة اليمنية على الحملة المغرضة ضد دور الإماراتي هناك مسيرة جماهرية حاشدة في سقطرة تحت شعار الإمارات سند سقطرة المتظاهرون أشهدوا بالدور الإنساني والتنموي الإماراتي في الجزيرة مؤكدين أن الإمارات تدخلت إنسانياً وتنموياً في سقطرة رأي يتقاسمه مع أبناء الجزيرة باحثون وخبراء يرون أن الإمارات كانت سنداً وعوناً لأبناء الأرخبيل وأن جهودها انعكست إيجابياً على حياة المواطنين في مختلف المجالات منها التعليمية والصحية والاقتصادية أكثر من 15 مليار دولار ضخت من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الإطار الإغاثي وهناك الآن توقف تنموي ودعني أضرب مثال واحد عندما ذهبت الإمارات في سقطرة بمشروع تنموي أنا أريد أن أذكر لليمنيون هم يفهمون هذه اللغة الكهرباء لا تنطفئ في سقطرة الشيخ خليفة في سقطرة هو الملقى الوحيد للصحة في سقطرة ومن لا يستطيع المستشفى أن يقدم له خدمات هناك منح إلاقي مباشرة التعليم كله تقوم بالإمارات انطلقت الجهود الإماراتية الأخيرة لإعادة إعمار سقطرة في ديسمبر 2012 حيث شهدت الجزيرة افتتاح المستشفى الوحيد هناك وهو مستشفى الشيخ خليفة بن زايد ويعالج أكثر من 95% من السكان وكان عام 2016 عاما مختلفا لسكان جزيرة سقطرة حيث أطلق قطار المشاريع التنموية بشكل أكبر في الأرخبيل أمر ترفق مع مساعدات إنسانية وغذائية إماراتية تعقبت على سقطرة كما عملت الإمارات على تعميق أبار لدخ المياه من أبار جوفية كما حرست وحرست على توفير المياه للمناطق النائية حيث كان سكانها يعتمدون على مياه الأمطار حقائق تؤكد أن الإمارات كانت دائما قريبة من التحديات الإنسانية في سقطرة مرة أخرى أهلا بكم مشاهدين في برنامج المساء وجدد الترحيب بضيوفي في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن من تقاعد خلفان الكعبي من دبي الخبير العسكري خالد أنسي ومن القاهرة جميل المعمري أهلا بكم ضيوفي أبدأ معك سيد خلفان هذه المسيرات الحاشدة التي تدعم الدور الإماراتي في سقطرة إلى أي درجة تمثل ردا على التشويه من بعض الأطراف على هذا الدور للإمارات هذا فعلا رد واقعي ورد من أهالي المنطقة أهالي المنطقة هم يعبرون بشكل واضح بأن البيان الذي أصدره بن دغر مرفوض تماما وأنه غير مقبول وأن أهل الجزيرة رأوا كل الخير من أهل الإمارات رأوا التنمية رأوا إعادة الإعمار يعني لدرجة أن الإمارات والله الحمد يعني هي إعادة عمار المنازل التي دمرها عصار شابالة قبل سنوات فهذا يمثل رد حقيقة رد على بيان بن دغر ورد أيضا رد على وسائل الإعلام الأسف المناوئة التي شككت في دور الإمارات هذا رد واضح من أهالي المنطقة اللي هم فعلا يعني رأوا الخير على يد أهل الإمارات كيف قرأت شخصيا هذا البيان من الحكومة؟ يعني هذا حقيقة البيان أنا قرأت البيان هذا بيان بن دغر حقيقة وأنا شخصيا أستغرب من هذا البيان البيان يعني كأنه كأنه بندغر اعتبر نفسه كأنه وهذا وجهة رأي الشخصية هذه قراءة الشخصية للموضوع بن دغر كأنه اعتبر العدو هي الإمارات وليس الحوثي أنا أقول للسيد بن دغر أن عدوك هو الحوثي وليس الإمارات الإمارات مدت يد الخير ضحت بدماء أبناها ضحت بأموالها فالعدو هو الحوثي وليس الإمارات حقيقة أيضا أقرأ في هذا البيان بشكل أو بآخر حزب الإصلاح يحاول العودة إلى الواجهة من خلال من دغر ونائب الرئيس يعني عودت من خلال هذا البيان اللي قرأت حقيقة اللي فعلا أنا استغربت منه مثل هذا البيان يعني يحاولون العودة إلى الواجهة من خلال من هذا البيان حزب الإصلاح للأسف هو يتربص ويحاول يستغل بندغر ويستغل نائب الرئيس للعودة إلى الواجهة مرة أخرى وللأسف يعني كما أشاهده وكما تتبع للشأن النيمي منذ سنوات أرى بأن حزب الإصلاح هو من يؤخر الانتصارات يؤخر الانتصارات في كل مكان لسبب يعني من يؤخر الانتصارات معنا ذلك أنه هو يتعامل مع الحوثي بشكل أو بآخر الحوثي يهمه هو أن لا يخسر وحزب الإصلاح للأسف يقف بطريقة أو بأخرى إن كان يقصد أو لا يقصد لكنه أنا أرى أنه يقصد يقف مع الحوثي وهي وآخر الانتصارات كأنه مقتنع بأن الحوثي هم الناس الصحة اللي يمسكونون اليمن يعني أيضا أسمح لي أضيب بعض النقاط أيضا أيضا أجتم في هذا البيان أو أقول أن المعركة في صعدة المعركة في تعز المعركة في الحديدة المعركة في صنعاء وليس في صغاطرة وأنت يا محترامي بندغر مثل المعركة وكأنها في صغاطرة المعركة في جبهات أخرى نرى اليوم التقدم الكبير الذي يحرز في الساحة الغربي وبدعم قوي من الإمارات هذه نقطة مهمة سيد جميل يعني لماذا تتحدث الحكومة وكأن المعركة في صغاطرة والجهد الإنساني والتنموي الصحي والتعليمي من أكثر مناطق استقرارا أيضا بوجود الدور الإماراتي لماذا يتم التركيز الآن على سقطرة تشويه الدور الإماراتي من بعض الأطراف والتقليل من هذا الدور من قبل الحكومة كيف يقرأ في هذه المرحلة طبعا أنا من وجهات نظري أن ما تقوم به أولا وسائل إعلام الإخوان المسلمين في اليمن هي طبعا تقوم الآن على أساس توقيه أو لفت الأنظار إلى أن هناك احتلال من قبل دولة الإمارات لقزيرة سقطرة وتحاول استعطاف الشارع اليمني من خلال إعلامهم المغرض أو المشوه للحقائق والذي يعرفه الجميع أن دولة الإمارات قدمت كل ما تستطيع من أقل اليمن بابنائها ضحت بقنودها وضباطها ودعمها سواء عبر الإسناد القوية أو عبر مشاركتها في دول التحالف معروف دور الإمارات لا ينكره أحد طبعا هم شاهدوا الانتصارات التي تحققت الآن على بذات في جبهة الساحل والتي كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة الدور البارز في إنقاذ هذه الانتصارات فهم الآن يحاولون أن يقللوا من هذه الإنقاذات عبر ضخ إعلامي كبير في قانب تشويه تلك الإنقاذات وتشويه الدور الإماراتي محاولة منهم في استعطاف الشارع اليمني ومحاولة منهم في التقليل من قبل الحاضن الشعبي لقوات حراسة القمورية التي بدأت تقدم إنقاذات ملموسة ومشهود لها في قبهات الساحل وبدأت الآن الناس تلتف حول هذه القوات وترحب بها وبدأت شعبيتها تزاد يوما بعد آخر أيضا بسبب إخفاقاتهم التي استمرت لثلاث سنوات في قبهات وفشلهم الذرع في تلك المناطق الآن يحاولون أن يظهروا الآخرين بأنهم محتلين أو غير ذلك لكن الشعب اليمني يعي ويعلم قيدا من هم الذين يعملون من أقل تحرير اليمن ومن هم الذين يعملون من أقل الاسترزاق ومحاولة المتاقرة في هذه المعارك إلى أي درجة بالفعل هناك العميد خالد وعي بهذه النقطة التي أشار إليها السيد جميل أنه معرفة بمن يسعى لاستقرار اليمن ومن يعرق الاستقرار اليمن وعودته سعيدا الحوثي عندما قوات الحوثي انطلقت من سعدة وهي في نيتا طبعا تسيطر على كل تحركت بكل أريحية لم تواقع أي مواجهة على الإطلاق منهم تحركت من سعدة يمكن المواجهة الوحيدة يمكن فيه دماج وفيه اللواء 310 فيه أمران هذا الذي تدعون التباكع الوطن هذا الهرب وترك الوطن والحوثي ما زال في أمران قبل من يوصل سعدة ووصلوا إلى الدوحة إلى مثلا إسطنبول إلى القارئ الرياض والحوثي ما زال في أمران تركوا صنعة تركوا البلد كلها الحوثي وصل إلى صنعة وسيطر عليه وتوجه لكل المحافظات إلى الحديدة لا تعز تحرك المحافظات القنوبية ووصل في 25 مارس وصل إلى العند وسيطر على المحافظة ووصل إلى عدن في خلل 48 ساعة سيطر على نص عدن وصل إلى المعاشيق بدون أي مقاومة تركه. حتى عندما تدخرت عاصفة الحدر في ليلة ستة عشرين مارس. أيضا استمرت عاصفة الحدر. لكن دقي الحوثي في عدن إلى خمسة عشر يوليو. باغي أيضا لأنه لا يمكن أن تسيطر عليه مثلا من الجو. حتى جاءت قوات إماراتية على الأرض معززة بإسلحةها. أنا كنت غايد وحدة عسكري في عدن أيام حرب الحوثي. كنت غايد وحدة عسكري. وكنت أعلم أي شيء معنا اللي يكون نعاني على الأرض. نحن نكون بصدادة أن نحرر عدن. أنه كان مثلا ندافع على الأرض اللي كانت معنا. حتى جاءت قوات إماراتية على الأرض معززة بسلعتها. ونشهد أقولها للتاريخ. ومن حرر الجزء من المطار والعريش وخور مكسر. وهي قوات إماراتية كانت تتقدم قبل نالحنا على الأرض. ولا نكلمها على الجو. بعدما تحرت هذه المناطق من عدن لا لاحق لا أبيل لا شبوة من الحوثي. هذه الأرض سيضرت عليها بتنسيق من الحوثي. سيضرت على الجماعة الإرهابية من القاعدة وداعش. سيضرت على عدن. كانت عدن. كلها عبارة عن جماعة إرهابية. جاءت قوات إماراتية. جاءت قوات إماراتية أيضا. أعدت قوات أمنية بتنسيق. ودربتها في زمن قياسي. وساعدتها أيضا لتحرير هذه المناطق من هذه الجماعة الإرهابية. مثلا إنشأت وحدات أسكرية وأمنية تعمل في النور. مثلا قوات النحبة فيها. حيشبه حضرموت. الحزام الأمني فيها عدم فيه لعك. هذه قوات تعمل في النور. تعمل من أجل أمن واستغرار هذه المناطق. من أجل التنمية. بخلاف مثلا هذه اللي يتباقون. وغطر اللي يخلفهم. هي التي تدعم الجماعة الإرهابية. التي تعمل بالخفاة من أجل تدمير وتفكير وقاتل وإدخال البلد في الفوضى. غطر واللي يتباقون. هاي تريد السيطرة على سغوطها. مثل تركت لها الفرصة وسيطرت على سعدة سنوات طيلة. والآن اليمن يدفع ثمن هذا التدخل. نعم سيطرة. لأن مثلا اجتباقون من أجل أن غطر وتركيا خلفهم. سيطرة على سغوطها من أجل تعبث بأمل استغرار المنطقة. وليس إلا من كلها. تعبث بأمل استغرار الممرات الملاحية في البحر العربي والبحر الأحمر. ومضيق باب المندق. طيب ليش يتباقون على صنعة أيضا اللي ما زالت تحت الاحتلال الإيراني بطريقة الإيراني. مثلا الحوثيين. صنعة من كل المحافظات الشمالية ما زالت الاحتلال الإيراني. لماذا لا يتباقون عليها؟ لماذا خمسة ألوية أسكرية مدعومة من الأصلاحة وتنسق مع الأصلاحة؟ طيب هذه نقطة مهمة العميد خالد. لماذا التباكي على سقطرة الآن دون النظر إلى ما يتم من انتهاكات هناك جهد يتم من الناحية التعليمية الصحية حتى من الناحية الأمنية. لماذا لا يكون التحرك بمستوى هذه الجدية في نطاق الخطر الحقيقي؟ بسبب بسيط وجهة نظرية. لأن حزب الإصلاح يعني هو يتخذ من داغر ونائب الرئيس مطية له. هم يتخذهم. حزب الإصلاح ينظر إلى مصالحه الحزبية. وليس إلى مصالح اليمن. أقولها مرة ثانية. حزب الإصلاح ينظر إلى مصالحه الحزبية. وليس لمصلحة اليمنيين. الأسبوع الماضي بن داغر كان يقلد أحد ضباطنا وسام الشجاعة والبطولة. وبعدها بأيام يطلع بهذا البيان. يعني ما هذا التناقض يعني. ما هذا التناقض لدى من داغر. رئيس الحكومة. اللي حقيقة أستغرب منه. أنا أكد عن النقطة التي ذكرها لخالد. وراها أيضا نفس الشيء. اتفق معه. بأننا أجتم في هذا البيان تحريض قطري. تحريض واستخدام المال القطري. كعادته يستخدم المال القطري في التحريض ضد الدول الناجحة. هم لا يستطيعون القيام بأي شيء. الأبحث عن قطر ستجدها هي من يدعم القاعدة. هي من يدعم داعش. وهناك أدلة عليهم. وهناك أدلة. لكن أنا أتمنى أن يتم كشف هذه الأدلة. هم يدعمون داعش. وهم يدعمون القاعدة القطريين. فلماذا لا يتم تعريتهم بشكل واضح؟ أنا حقا أتمنى أن يتم عرض مثل هذه الأدلة اللي يملكها بلا شكل التحالف. وشريه تملك هذه الأدلة. أتمنى أن يتم عرض هذه لفضحهم. وهم أصلا مفضوحين أساسا. فللأسف الشديد. أنا مرة أخرى أقول. أقول لبن داغر. وأقول لنائب الرئيس. عليكم التركيز على عدوكم الحقيقي. الذي اختطف اليمن. من اختطف اليمن ليس الإمارات. اختطف الحوثيين بمساندة من إيران. وعليكم أن تفهموا ذلك. عليكم أن تفهموا ذلك. واليمنيين والله الحمد لديهم العقول ويفهمون ذلك. أما أنكم تركزون عن مصالحكم الحزبية. وتستغلون وتتحدثون عن سقطرة. وأنتم لم تقدموا أي شيء. يعني أنا أضيف أن في زمن الرئيس السابق المظاهرات كانوا نزلون بمئات الآلاف حزب الإصلاح. طيب لماذا لا نزلون هل المئات الآلاف في صنعاء حاليا. لماذا يعني هل الوضع يعجبهم أن الحوثيين مسيطرين. لماذا لا ينزلون أفراد هذا الحزب ويتظاهرون ضد الحوثيين. نريد أن نرى منهم نخوة. نريد منهم تحرك تجاه اليمن. ليثبتوا وطنيتهم لليمن. العميد الرقم المتقاعد خلفان الكعبي. الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الستوديو. والشكر الموصول لضيفنا من دبي الخبير العسكري العميد خالد النسي. ومن القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي جميل المعملي. شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار.